أوراق الطرفين المتأهلين إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في تونس تلعب من قبل كل طرف من أجل الضغط على الآخر ولعل المترشح الباجي جيد السبسي بدأ العراق السياسي بتأكيده خلال اجتماعه بالمكتب التنفيذي لنداء تونس رفض فكرة التحالف مع حركة النهضة معتبراً إسناد رئاسة مجلس النواب للحركة غير وارد ويتم حالياً دراسة تكليف رئيس حزب آفاق ياسين إبراهيم أو القياد في الجبهة الشعبية زياد الأخضر العذر الذي برر به النداء قراره هو الدعم غير المعلن من الحركة للمرزوق في الدور الأول مع الإيهام بالحياد حزب السبسي الحديث عن مجلس النواب في هذا الوقت بنظر العارفين ضغط مسبق على المترشح الثاني منصف المرزوقي ودفع للنهضة من أجل الوقوف على الحياد رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي من جانبه دعا قواعده كما حدث في الدور الأول من الرئاسيات إلى التزام الحياد التام إزاء مرشح حي الرئاسة في تونس على أساس أن الحركة ليست جزءاً من المعركة الانتخابية معسكراء السبسي والمرزوقي في مواجهة تستعر حرارتها مع تقدم الأيام والتوتر بينهما يتوقع أن يبلغ ذروته في الأيام المقبلة والخوف من الكلمات البعيدة عن المنافسة الشريفة جعل الأطياف السياسية تدعو في مناسبات كثيرة إلى التهدئة ووضع مصلحة تونس فوق الاعتبارات الحزبية